قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب ليوم الاثنين حادي عشر ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 18 أكتوبر 2021 واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية فقد حرص جلالة الملك أعزه الله على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص وبحضور جد محدود وذلك في احترام تام لهذه التدابير حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب